SurveyMonkey هني الصفحة الرئيسية الموقع هو موقع عند رسولة يستبيان أو دراسات وأنشرهم أما عن طريق الإيميل أو عن طريق سائل التواصل وأحصل الأجوب عليهم بتفاعل الناس هني للتسجيل مجاني أو إذا أبي اشتراك بفلوس أكيد بفلوس في ميزات فخاصة هني يقول لنا شنو في الموقع شنو اللي ميزة عن غيرها وهني المناسبة اللي يقدر استخدم فيها هالموقع مع حق التعليم أو التسويق أو أي شي ثاني هني عن الموقع هني عن الموقع هني عن الموقع هني عن الموقع وأكيد إذا أبدأ أول مره رح ليشوني هشوني أخذ فكرة عن الموقع أكثر ماذا أستطيع أن أقوم بعمل فيه سوف أقوم بـ Create Survey 15 سؤال سوف أستطيع أن أغير الشعار و أعدل عليه سوف أقوم بـ Edit أستطيع أن أعدل على الصفحات سوف أقوم بعمل لأنه يدعم أجلسة الـ iOS سوف أقوم بعمل بعمل الإستبياع التي تقومت بلتالي بالتلفون أو بالنت بعمل الإستبياء في الـ Social Media هذا كل الثاني هو شرح من هذه النقط فأقوم بعمل الاناليز داتا للتحليل البيانات كله كله هذا نحق الدعم إذا محتاج مساعدة أو شيء نحق الأمان هم نحق مساعدة انه خلا سجل نشوف شنة تغير بالصفحة شلي تغير انه طلعت له ماي سوربي نحق الاستبيانات أو الدراسات اللي أسويهم ستطلع هنا قائمة بالعنوان بالتاريخ اللي سويت فيه هنا بالردود هنا ما حصلت ولا عدد هنا الاكشن اللي صار اما الكومنت شنو أبي اسوي في هاد الاستبيان أبي اجاز نسخة أبي اشارك نسخة أبي اعمق النسخة هنا مكان ثاني أبي امسح كنت متأكد يعني انه بتمسح هذا السربي نجليت ونمسح صار عندي اثنين مقص نشوف هنا القائمة هنا بعد ما سجلت رح يطلع الاسم هنا بسجلت فيه دش على الحساب اللي بسجله فيه ماي اكاونت هي بيانات تسجلت فيها وهنا نوع الحساب مجاني اذا ابي اشتري النسخة اللي بفلوس هنا ابدأ اقدر اقدر على الاسم على الايميل الباسورد اذا بقي حط بيانات حج ملف فيه هنا اذا ابي اربط بحسابي بموقع التواصل مثل الفيسبوك والجوجل هنا اختار اللغة العدل على الاكاونت مثل ما احب انت ستعتقد انه حانا مجانيا ها اللي توطلع الدعاية بالمواقع المهمة نكمل هذا ماي اكاونت شانو فيه بياناتي وكاشي هنا اقل بيانة اذا كان الحساب المسجد فيه مدفوع سيطلع هنا نوع الحساب حسابي ليس على free او اذا ابي اشتري الحساب بالفلوس اضغط على upgrade نروح هنا على create survey اما من هنا او اني ارد على my survey ودشن هنا او اني نفس الشيء بعد ما نضغط على create survey تطلع نها الصفحة هنا هنا how do you want to get started شون ابي ابي شنو النوع survey الي اختار نوع الاستبيان اما يكون عادي او ان انا نسخة من واحد موجود كابل او start from an expert خبير ومطوع اختار العنوان مثلا تلو اختار نوع بكذا نوع تعديمي صحي المتعة فقط اذر اسباب اخرى اذا ضغطنا اذر ملع محدد ملع محدد مثلا اضع جسط بعدها ضغط لت كوم اكمل البيانات الخاصة بال survey الي بسوي طلعتنا هالصفحة ونشوف شنو فيها طلعتنا هالصفحة هني العنوان اللي كتابتتو اللي هو الترويذ هنيها مطالع هني اذا بي احط صورة او شعار حق الاستبياء اللي بسويه عنوان الصفحة اذا بحط السؤال هني مثل ما قلنا هني العنوان هني اذا بي احط عنوان صفحة اذا بغير حتى اذا بغير هني ادت اقدر اعدل عليه هني احط الاسئلة ادت نوع الاسئلة او اني اسحبهم من البلد قائمة البلد اللي ايه هالي شنو فيها فيها نوع الاسئلة اللي رح احطها بالسربي اللي بسويه ادت نوع الاسئلة مالتبول ادت نوع الاسئلة الاسئلة ادت نوع الاسئلة مثلاً أضع السؤال نشوف بس كتبت كلمتين طلعت لي قائمة أسئلة من الـ question bank وهو أسئلة موجودة من قبل قدر أختار منها مثلاً first name طلع السؤال اللي اخترته وتنزيل first name أريد أن أضيف سؤال ثاني سيكون السؤال هنا وأختار الأجوبة الأختيارات هنا الـ answer لكي الناس تختار منه هنا إذا أضع أكثر من إجابة أضغط على المرحة أضغط على المرحة حتى الأجوبة أقدر أختاره من هنا الـ cancel هذا السؤال اللي اخترته من هنا الـ question bank أستطيع أن أضغط على المرحة أضغط على المرحة ثم من أضغط على المرحة وأشاهدون أجل المرحة فيما إذا أضغط على المرحة الحين بحذفه ما فيها الصوت شوفه المهم ان هذه القائمة بلدر انه نوع الاسبه القائمة بلدر قائمة هذه هنا هنا التعليق التعليق اختار نوع السؤال 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 هي الاسئلة اللي قابو شوي اخترت منها what's your first name مني احط السؤال اودش وشوف الاسئلة احط كلمة بس رح تطلع لي الاسئلة التعليق التعليق هي النماذج حق شكل سربي معادي او group بابا نماذج تقليق او اني بسوي تنج او الجاه المهم له اشكال تيما اللي باختاره اكسر بي بس مو طالع كاف اختار منهم الشكل اللي بي هناللوجيك اضل علي مثل اوبشن عقل الصفحة شنو بيسوي فيها هناللوجيك خيارات الصفحة العنوان اذا ابي يطلع هناللوجيك اذا ما ابي تبعتها كذا خيار بس مو طالع هذي الصفحة اللي رح تطلع لي اول ما اضغط create survey سورة العنوان عنوان الصفحة سورة اللي اختاره واجهني بعد احراب الصفحة ثانية غير هذه أحراب الصفحة امان اشتركوا في القناة سورة الليل